أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجرس الوزراء تحليلاً جديداً عن التحول الرقمي والذي أصبح محوراً رئيساً في تطور التكنولوجي وساهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين نوعية الحياة تناول التحليل أهمية التحول الرقمي والأثار البيئية الناتدة عنه بالإضافة إلى التقنية اللازمة للحد من الأثر البيئي للتحول الرقمي حيث فرض التحول الرقمي فرصاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن دوره غير المباشر في تحقيق أهداف تنمية المستدامة